بهدف التعريف بالبيئة البرية الكويتية والتعريف بالنباتات الصحراوية وأهمية الحفاظ عليها جاءت فكرة الحديقة المتنقلة والتي ابتكرها الباحث في مجال الإبداع والاختراع عارف العنزي ويسعى العنزي الحاصل على الميدالية العبقرية العالمية للاختراعات أو الاختراعات إلى تسجيل هذا الابتكار في موسوعة جنس تقرير محمد الحياري بخطى واثقة يسير الباحث في مجال الإبداع والاختراع عارف العنزي لتسجيل حديقته المتنقلة كبراءة اختراع فالحديقة المحتوية على نجيل صناعي وعدد من الأشجار والنباتات الصحراوية الطبيعية يهدف من خلال ابتكارها إلى التعريف بالنباتات الكويتية ونشر ثقافة التخضير نحن نسعى إلى أن نشر ثقافة الإبداع والاختراع من خلال هذه الورشة هو أيضا نشر الوعي البيئي الخاص في الزراعة من ناحية معرفة النباتات الكويتية ثيل هذا صناعي ومعطي طابع جدا طيب أنه يكون صناعي ولكن كل ما يحولك من أشجار هذه طبيعية لأن الأشجار الطبيعية خاصة أنا زارع نبات الشيح اللي يوضع في الشاي جميع التين الزيتون الحديقة التي تبلغ مساحتها خمسة وعشرين مترا طولا بثلاثة أمتار وثمانين سنتيمترا عرضا تتضعف مساحتها بالعرض عند فتح الأبواب وفردها على الأرض فيما يسهل جرها بمركبة كبيرة طبعا هذه نظام الهيدروليك ويكون الباب هنا طبعا نظام التكييف فيها على الماء فيها نظام صوتي فيها نظام مرئي سيركبون هنا البروجكتور كامل عرض مباشر مثل ورشة العمل يكون الوركشوب مهيئة لجميع الإمكانات وجميع الظروف والأدوات أيضا يسعى الباحث عارف العنيزي إلى تسجيل براءة اختراع الحديقة المتنقلة المزودة بالطاقة الشمسية في موسوعة جينيس فيما يشرع أبوابها أمام الأجيال القادمة لنشر التوعية بأهمية الحفاظ على النباتات الكويتية سجلناها في جينيس الآن وإن شاء الله خدت الرقم وفي طور التسجيل الآن وننتظر المحكم بعض إجراءات التسجيل في الحقوق الملكية فكرية والله وجود الحديقة المتنقلة هنا يعني نجيب العيال هنا شوفونها كخضرة مثلا وكمنظر والمحافظة على البيئة فيعني نتونس فيها هنا ويضاف هذا الإنجاز إلى سلسلة الإبداعات والاختراعات التي تبتكرها الباحث في مجال الإبداع والاختراع عرف العنيزي والتي تضاف إلى رصيده سيما بعد حصوله على الميدالي العالمي العبقرية للاختراعات محمد لحياري الراي